اليوتيوب بيروق عليك يا منشئ المحتوى هيخليك تعرف احصائياتك بالتفاصيل اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص هو حمادة القديم قدام حضرتك دلوقتي مستوى الوصول الى الجمهور والتفاعل راحوا وجي مكانهم المحتوى فقط لو جينا بصينا مع بعض على القديم ودخلنا على مستوى الوصول حنلاقي مرات الظهور ونسبة النقر الى الظهور وعدد المشاهدات والمشاهدون الفرديون يعني قدام حضرتك حاجة كاملة متكملة يعني تفاصيل بتوضح لحضرتك الشورتز زائد البس المباشر زائد الفيديوهات بدون اي تفاصيل ولو جينا بصينا على التفاعل هنبص اني قدامنا هنا وقت المشاهدات بالساعات بالاضافة الى متوسط مدة المشاهدة لما نيجي ونبص في التحديث الجديد حنبص نلاقي نظرة عامة والمحتوى والجمهور والارباح وأبحاث ما لقناش التفاعل هل من وجهة نظرك الشخصية كمنشئ محتوى اليوتيوب لما ازال التفاعل هل كده حيزيل معاه متوسط مدة المشاهدة على القناة ككل وحيبدأ يجعل في كل فيديو من الفيديوهات متوسط مدة مشاهدة خاصة بيه خد بالك من الكلام ده متوسط مدة مشاهدة خاصة بيه بص دي في الفيديوهات طبعا الشورتز ازال منها متوسط مدة المشاهدة معنى كده اعتراف اليوتيوب بحد ذاته ان متوسط مدة المشاهدة في الفيديوهات القصيرة لا قيمة لها على الاطلاق وكانت الاول بتأثر على قناة بالسل فبالتالي بدأ يحدث ويطور من نفسه وبدأ يقول لها حضرتك فيديوهاتك لها متوسط مدة مشاهدة خاصة بيها والقديم احنا مناش دعوا بيه خلينا في الجديد علشان نبدأ نشرح لك المحتوى ككل والكلام ده انا قلته من سنين ضوئية على الفيديوهات القصيرة الفيديوهات القصيرة لما تكلمنا قلنا ان هي بتأثر على متوسط مدة المشاهدة كان كلام واقعي لان هنا كان اليوتيوب بيديك احصالات القناة ككل اجمالية وليست تفصيلية في الجديد امسح القديم يلا سكت السلامة القديم ده انا مش عايزه اطلع لي بالجديد الجديد المحتوى بيه بدأ يكون قدام حضرتك بالشكل الاتي الكل الكل يا متوحد الفكرة الكل مفخوش اي تفاصيل خاصة بالشكل ده ليه ده بالفيديوهات ده بالشورتز بدأ هنا اليوتيوب يفصص لك تفصيص شفت انت لما تمسك حتة السمكة وتفصص الشوك وتلميه وتاكل اللحمة وتبقى مستمتع هي ده المتعة ان اليوتيوب بدأ يوضح لك كل حاجة على حدة عندك الكل لما يجب لك الكل بيجب لك هنا المشاهدات بيجب لك الفيديوهات والشورتز والبس المباشر لو عندك بس مباشر وبالتالي هدي قناة حكايات وقعية لم تمشئ بس مباشر على القناة فبالتالي مش هيظهر لها خانة البس مباشر واول ما تعمل بس مباشر هيظهر لها الخانة طب التأكيد لازم تعرف انت كمنشئ محتوى ان المشاهدات او عرض المزيد اللي قدام حضرتك بالشكل ده بالشكل ده هو خاص بالمحتوى ككل خاص بالمحتوى ككل هو بقى تحت يفصص لك الفيديوهات جابت لك كام مشاهدة الشورتز جابت لك كام مشاهدة واخد بالك من اخر 28 يوم دول انت ممكن تعمل كده وتعمل اخر 90 يوم هجيب لك انا اخر 90 يوم ممكن تعمل كده وتعمل منزل تحميل هجيب لك منزل تحميل فبالتالي لازم تعرف قدام حضرتك ان المشاهدات دي جنبها كنا اخر 28 يوم وهنا التفاصيل المهمة اللازم تعرفها وهي تحديد المقياس الزمني تحديد المقياس الزمني كيفية عصول المشاهدين على فيديوهاتك او على محتوى قناتك الفيديوات المقترحة اعمل اخر سبعة ايام هتلاقي برضو الفيديوات المقترحة اعمل اخر 365 يوم هتبدأ تشوف ميزة تصفح طلعت اعمل اخر سبعة ايام ميزات اليوتيوب الاخرى بدأت توصل اما اخر 28 يوم ميزة تصفح فبالتالي المقياس الزمني اللي انت بتعمله بأثر على مستوى وصول فيديوهاتك علشان كده انا بشكل مستمر بعمل اخر سبعة ايام وبشوف انا بأثر فيه بأثر في الكلمات اليوتيوب عندي قليل بأثر في الاختراحاتي بقى انا ما بضفش البعض المحتوى المطلوب عندي الناس بالنسبة للقلوات المنافسة ما انا لازم اتابع كل التفاصيل دي علشان يبقى مرات الظهور عندي لما يظهر لشخص يأثر عليه ويعمل مشاهدة ويعمل نقرة على الظهور لان انا بدأت اظهر في اقتراحه ومهتم به فلازم اعمل فيديوهات خاصة بنفس المحتوى اللي بعملوا منفسين علشان ابدأ اظهر ليهم وعندهم فاهمني؟ فهنا المحتوى اللي قدامك في النظر اللي عما جابلك كل ادخل علي جنبه الفيديوهات بدأ يديلك متوسط مدة المشاهدة خاصة بالفيديوهات وليس بجميع المحتوىات يعني ايه؟ يعني هنا اليوتيوب اعترف اعتراف رسمي ان مفيش متوسط مدة مشاهدة والكلام ده انا قلته من شهوره قلت ان اداد في اي دي اي كيو بذات نفسها كتبت على تويتر ان في حاجة لازم ترجحها انت كيوتيوب وهو متوسط مدة المشاهدة والكلام ده انا قلته بس مباشر ولو اقدر او عندي وقت ان ادور عليك وتجبته لك فهنا اليوتيوب لما جابلك الشورتز ورار لك عدد المشاهدون او مشاهدات وعدد المعجبين والمشتركون واجابلكش متوسط مدة المشاهدة وهذا عدم اعتراف بالفيديوهات قصيرة في تأثيرها على متوسط مدة المشاهدة الخاصة بالفيديوهات العادية فلسه هنعيد حساباتنا قدام ايوه هنعيد حساباتنا قدام لان بدأ يكون الموضوع يعترف اليوتيوب انه اخطأ واخطاءك دي حاجة في ذات تحتها او حد ذاتها ايه حد ذات حد ايه في حد ذاتها هو من الخياس حلو جدا ليك يا يوتيوب لانك بتطور من نفسك ومستنيين بفرغ الصبر انا مستني ان اليوتيوب يعمل تفعيل على او تفعيل ربح على الفيديوهات القصيرة وانا هكون اول شخص بعمل الفيديوهات القصيرة بشكل مستمر لان انا اسرع واحد بيعمل الفيديوهات القصيرة وممكن معلومة عدد كده عمل حلقة في كزا فيديو كزا طريقة كزا نمط بكزا اسلوب ويفهم غيرك وغيرك وغيرك فده حاجة انت تقدر تشتغل عليها قدام ولا يسأل هذه اللحظة لان انا لسه مجربتش وانا قبل ما اجرب هتلاقيني بقولك لأ بعد التجربة هتلاقيني بقولك اه او لأ وهعرض لك التجربة قدام عينيك فهنا بدأنا نشوف الفيديوهات القصيرة الفيديوهات الفيديوهات القصيرة المشاركات واهم المشاركات لو جينا بصينا بقى على الشورتز هلاقي تحت كيفية العشور على قناتك من الشورتز كل المصادر الخارجية بحث فيديوهات قصيرة كل حاجة اهم فيديوهات الشورتز عشان لو عايز تكرر وتعيد وتزيد في نفس المحتوى اللي انت بتشتغل عليه انا عمدي الفيديو ده بس هنشتغل قبل الفين وخمسمائش مشاهدة اعمل منه جزء تاني وجزء تاني وجزء تاني جزء رابع فهمنا فلما نيجي نبص على كيفية عصور المشاهدين وافضل الفيديوهات القصيرة هنبدأ نفهم منها ندخل الفيديوهات ونبص الاهم نبدأ نفهم منها الفيديوهات افضل اداء نفهم منها العصور هل فيديوهات قصيرة الكلام ده كله يا جماعة شرح نقبل كده ولسه انا عايز اشرح المقاطع اللي تؤثر على من القياس الاحتفاظ بالجمهور لان اللحظات المميزة والارتفاعات والخفاضات هتأثر جدا قدام بناء على التحديث الجديد اللي انت لسه ما فهمتوش لانك لازم تفهمه الرسم الباني اللي هتلاقيه بيظهر على الفيديو بتاعك وانت او اللي قدامك انت متتفرج كمشاهد او كمنشر المحتوي لو انت منشوق المحتوي يظهر على الفيديو بتاعك لو انت مشاهد فei whatsoever يظهر على الفيديو اللي انت تتفرج عليه الرسم الباني للارتفاع والاخفاض يعني الان ارتفاع الخفاض? يعني هنا كان فيه ارتفاع هيبدأ يزهر لك انه فيه ارتفاع. هنا الناس اعتمدت ان هي تتفرج على الفيديو ده في الجزئية دي فهنا عيسهل على المشاهد ان يتفرج او بياخد المضمون من الفيديو لكن لد وعقم في بداية الفيديو الى ان توصل الى دقيقة ثمانية كده انت بتلت وتعجل وكده المشاهد بدأ يفهم واليوتيوب بدأ يفهم فهتتزاكع اليوتيوب فاليوتيوب تزاكع عليك اليوتيوب بقولك قدم لي محتوى ولكن محتوى اللي تقدمه لي لازم يكون هادف فعشان كده التحديث الجديد من وجهة نظر الشخصية I love you يوتيوب بجد 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 بربوا عليهم ان هم عملوا بعض المزايا اللي حتبدأ تفصل او تفصص كمانا قلنا اسمك تفصل او تفصص لي كل تفاصيلك يعني هتشوف تفاصيل كده بصراحة انا قلت لما جيت عملت الفيديو في المتوحد فكرة وقلت هنا يعني بصراحة انا تكلمت وفي الفيديو ده وقلت يا جماعة التحديث من وجهة نظر الشخصية هو الافضل هو الامتع بص هنا فين تحديث الجديد التحديث اللازق ابهارني تغييرات جزرية من وجهة نظري هو الافضل هو الامتع هو الاحسن لمنشئ المحتوى وحتعرف الكلام اللي انا اقول لك ده قدام يعني انت هتعرف الكلام ده قدام هتعرفه من ايه من خلال فهمك للإحصائيات بسهولة شكرا لجميع كان معاكم اخوكم وتواحد فكرة اللي دايما من 9 ايام او 10 ايام كان بيتكلم معاك عن التحديث اللي هيظهر وكان جايب لك صور ودلوقتي بيشرحولك بصورة عملية وصورة واقعية تقدر تفهم من خانالها كل التفاصيل دي وان شاء الله لو عندي حضرتك فكرة فيديو اوعى تتردد انك تبعتهنة ولو عندي اي مشكلة اوعى برضو تتردد انك تبعتهنة بس احنا بنرد على فيسبوك بشكل ترتيبي وعندنا قد من بيرد بشكل ترتيبي وانا ان شاء الله ما اكون متواجد بيرد بشكل ترتيبي وحاول على قد ما تقدر انك تنتظر واحنا اسفلنا ونتأخر عليك وبمحاول على قد نحن نرد على الجميع. في الكومنتات سيب لي لك كومنتك الايجابي او حتى السلبي فالسلبي بيزدنا ان احنا نطور من نفسينا والايجابي بيزدنا ان احنا نفضل على المسارة كم واحد. شكر للجميع معكم اخوكم تواحد فكرة اللي دايما داعم ليك على فكرة. الداعم مش شرط ان ادعمك وحطك على القناة. الداعم هو ان احل لك المشاكل واجب لك افضل التحدثات ووضع لحضرتك ادق التفاصيل. شكر للجميع.